بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبدأ بدرس التصغير طبعا هو تغيير يطرأ على بنية الاسم طبعا بضم الحرف الاول وفتح ثاني وسنشرح هذا بالتفصيل ان شاء الله طيب ثم بعد ذلك نزيد ياء طبعا ساكنة هذه الياء نسميها ياء التصغير طيب اولا سنعرف اولا اغراض التصغير او لماذا نحن نصغر هذه الكلمة او لماذا نستعمل التصغير طبعا يستعمل لاغراض كثيرة منها مثلا التحقير تحقير من شيء يعني التقليل من شأنه او مثلا تقليل الحجم او الكمية او تقريب المسافة الى اخره يعني مثلا هنا تصغير ما يتوهم انه كبير او ما يتوهم كباره كمثلا كجبل يعني عندما انا اريد ان ابين ان هذا الجبل اي شخص لو انا قلت جبل سيتوهم انه كبير فعندما انا اقول مثلا جبيل اذا هنا انا جعلته يتوهم انه ليس كبير ولكنه صغير اذا لو انا قلت جبل اذا هو كبير جبيل ماذا حدث ضم الحرف الاول وفتحة ثانية بعد ذلك ذاتية التصغير فكلنا جبيل كذلك التحقير يعني التقليل من شأنه اذا هنا تحقير ما يتوهم عظامه يعني مثلا شاعر لو هو شاعر مثلا انا اقلل من شأنه انا اقل مثلا شويعر هكذا طيب هنا تقليل ما يتوهم كثرته يعني تقليل العدد يعني مثلا انا قلت مثلا مثلا درهم وصغير اقول ماذا درائهم يعني لو انا قلت مثلا دراهم انا اريد ان ابين ان هذه الدراهم مثلا قليلة يعني دراهم قليلة فأقول ماذا دراهم مثلا ممكن نقول مثلا دريهمات مثلا او درهم دريهم كذلك جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك يا ابن ادم لقيمات يعني لقيمات قليلة هكذا يعني طيب ممكن مثلا تقريب ما يتوهم بعده يعني الشيء الذي توهم انه بعيد نقول مثلا قبل نقول مثلا قبيل يعني مثلا انا قلت مثلا قبيل الفجر يعني قبيل الفجر او قبل الفجر باشياء قليلة جدا او بوقت قليل جدا كذلك اقول مثلا في ساعة سويع كذلك هنا التحبب والتعطف مثل بني وخي حبيب يعني جاءت في الكرآن يا بنية هنا اتت بالتصغير هنا لماذا للتحبب والعطف او الحنان طب هنا شروط التصغير يعني او الاسماء التي يجوز فيها التصغير اولا ان يكون الاسم معرب اذا الاسم المبني لا يصغر معنا لا يصغر اذا الاسم لابد ان يكون الاسم مبني فلا تصغر الاسماء المبنية طبعا كاسماء الاستفهام او الشرط او الضمائر الى اخره ولا يصغر كذلك الفعل لاننا كنا يكون اسم ومعرب اذا خرج بذلك الفعل والحرف ومعرب خرجت بذلك الاسماء المبنية طيب ولا يصغر الفعل ولا الحرف طبعا وشز تصغير طبعا في قول الشاعر اميلح طبعا هذا شاز الا ان هناك بعض الاسماء المبنية ورد السماع بها وجاء تصغير طبعا على غير القاعدة شزوزا يعني لو وجدت تصغير في اسماء مبنية فهذا شاز لاننا كنا ان التصغير قياسي في الاسماء المعربة فكانوا يكونون في ذا مثلا زاية مثلا او مثلا اولاء ويكونون مثلا اولية مثلا الى اخره الذي نكون مثلا ولكن هذا طبعا كل هذا التصغير طبعا على غير القاعدة شاز طيب بعد ذلك رقم اثنين كنا ان يكون اسم وان يكون معرض طيب رقم اثنين ان يكون الاسم خاليا من صيغ التصغير يعني مثلا كلمة كوميت ودريد وسويد لا يجز تصغير هذه الكلمات لانها اصلا على صيغة التصغير او على وزن التصغير لانها مضمومة الحرف الاول مضمومة مفتوح الثاني وتوجد يا لانها على وزن فعيل يعني كوميت عودة فعيل ودريد عودة فعيل فلا يجز تصغير هذا لماذا كيف نصغر هي اصلا على وزن التصغير او الكلمة نفسها مضمومة الحرف الاول والحرف الثاني مفتوح وتوجد يا فهنا جاء على نفس التصغير فكيف نصغر فلا نستطيع لأن الكلمة أصلا على وزن التصغيري أو على وزن تصغيري طيب أن يكون رقم سنة أن يكون الاسم قابلا للتصغير يعني يجوز فيه التصغير فلا تصغر أسماء المعظمة كأسماء الله الحسن لا يجوز طبعا والملائكة والأنبياء والكتب السماوية طبعا لا يجوز أن تصغر هذه الكلمات ولا تصغر طبعا ولا تصغر طبعا الأسماء المحددة بالزمن يعني نحن المعروف أن الشهر مثلا ثلاثين يوما فهنا لا نستطيع أن نصغر هذا لأنه معروف ثلاثين يوما لن يزيد ولن ينكس مثلا كذلك الأسبوع سبعة أيام لن يزيد ولن ينكس لأن دلالتها محددة بالزمن معروفة فلا تقبل التقليل أو الزيادة يعني لا تقبل التصغير ولا تقبل التقليل أو الزيادة كذلك لا تصغر الأسماء الدل على العموم والشمول لأن نفس الأمر لأنها لا تقبل لأنها تدل على العموم فلو صغرنا لا نستطيع أن نصغر العموم إذن هنا مثل كل وأجمع وجميع لا تصغر هذه الكلمة كذلك هنا ولا تصغر جموع التكسير الدل على الكثرة أيضا لأن تصغرية تناقض مع معناه لأنها جموع كثرة جموع ماذا؟ جموع كثرة فلا تصغر طبعا يجوز أن تصغر لو سمي بها علما أو سمي بها إنساء ولكن نحن نتكلم عن الجمع نفسه وليس العلم لأنها تصغر لأنها جمعة تكسير يعني تدل جمعة تكسير طبعا تدل على الكثرة هي تدل على الكثرة فكيف نصغر؟ لا نستطيع أن نصغر يعني يوجد تناقض لأنها تدل على كثرة في نفس الوقت نصغرها يوجد تناقض كذلك كلمة بعض لأنها تدل على التقليل والتصغير يدل على التقليل أكثر يعني هي بعض تدل على الشيكر بعض منكم مثلا فلا تصغر نقول بعيد؟ لا لأنها أصلا تدل على القليل طيب ننتقل إلى أوزان التصغير وهي ثلاثة أوزان طبعا وزن فعي ويصغر كل إثم سلاسي عليها يعني كل إثم سلاسي يصغر على فعيل طيب كذلك فعي عل يصغر كل إسم رباع الأحرف يعني من أربعة أحرف سواء كانت الأحرف أصلية أو زائدة فهو يصغر على ماذا؟ على فعي عل أما فعي عل يصغر عليها كل إسم خمسة أحرف رابعه حرف عل يعني الحرف الرابع أو الحرف ما قبل الآخر مثلا حرف عل فيصغر على فعي عل طيب إذا سأل سأل لماذا؟ لأن هذا الحرف سيتحول إلى ياء لأننا عندما مثلا مثلا كنديل كنديل مثلا نراحز أن هذا الحرف العل موجود هنا يعني ما قبل آخر حرف عل فيصغر على فعي عل كذلك مثلا كيرو طاقس فعند التصغير نضم الأول فتح الثاني وزيادة ياء التصغير بعد ذلك سنكسر ما بعد ياء التصغير فهنا لابد هذه الألف أن تقلب إليها فنكون القرى يطيس على وزن ماذا؟ فعي عل طيب فإذا سأل سائل ما الفرق بين الوزن التصغير والوزن الصرفي؟ نحن درسنا في البداية الوزن الصرفي فعل يفعل وفاعل ويفعل آخري وحروف الزيادة سألتونيها ما الفرق بين الوزن التصغير والوزن الصرفي؟ أن الوزن الصرفي نراعي فيه الأحرف الأصلية فالأحرف الأصلية طبعا سنعبر عنها بالفاء والعين وماذا؟ واللا أما الأحرف الزيادة تكتب بلفظها في الوزن كمثلا استغفرة نقول ماذا؟ استفعالة نلاحظ أن الحروف الزيادة كتبت بلفظها والحروف الأصلية كتبت مثل ما هي يعني الحروف الأصلية الغين حرف أصلي لأنها من غفرة نعبر عن الحروف الأصلية بالفاء والعين واللهم استفعالة طب إذن هنا أن الوزن التصرفي نراعي فيه الأحرف الأصلية والزيادة وهو أعم يعني أعم أشمل من الوزن التصغير لماذا؟ لأنه يوزن به كل الكلمات العربية أما الوزن التصغيري فلا نراعي فيه الأصل ولا نراعي فيه الزيادة وله أوزن ثلاثة فقط يعني هو محسور في أوزن ثلاثة وفعيل 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 طبعا وهو خاص طبعا يخص الكلمات المصغرة بخلاف طبعا وزن الصرفي فهو يخص جميع الكلمات اللغة العربية طيب قد يتفقان في الوزن يعني ممكن يعني مثلا كلمة رجيل مصغر رجل فالوزن الصرفي فعي وكذلك الوزن التصغيري يعني قد ممكن أحيانا قد يتفق الوزن الصرفي مع الوزن التصغير فنلاحظ مثلا أن رجل على وزن فعل فعل وكنا رجيل نكلف عيل فنلاحظ أن الوزن إذن هنا أن كلمة رجيل نكلف عيل في الوزن التصغيري وفي الوزن الصرفي طب وقد يختلفان يعني مثلا يعني قد يختلف الوزن الصرفي عن الوزن التصغيري يعني مثلا كلمة كويتب تصغر على ماذا فعي عل هذا هو الوزن التصغير دم الأول وفتح إلى آخر طيب كويت طب هنا هذا الوزن التصغير طب الوزن الصرفي الوزن الصرفي نقول ماذا فويعيل هذا هو الوزن الصرف كيف هذا لأننا كنا أن الوزن الصرفي نراعي فيه الزيادة والنقوة والزيادة والأصل فنلاحظ أن الكاف أصل من أصول الكلمة الأصل الأول نعبر عنه بالفاء والأصل الثاني وهو التاع لأنها من كتبة نعبر عنه بالعيد والأصل الثالث وهو الباء نعبر عنه بالله ونلاحظ أن الو والياء الزيادة تكتب بلفزها فنقول فويعيل إذن هنا مصغر كاتب نقول ماذا عند تصغير كاتب نقول كويتب فوزنها الصرفي ناذا فويعيل بينما وزنها التصغيري فوعيع لأن نظروا الفرق أن في الوزن الصرفي نراعي الزيادة والأصول أو نبين الزيادة والأصل أما الوزن التصغيري لا هو يكتصر على ثلاثة أوزن فقط فوعيعي الفوعيعي نفس الأمر في مكتب طبعا مكتب على وزن ماذا مفعل مكتب على وزن مفعل طيب التصغير نقول ماذا مكيتب مكيتب الوزن التصغيري نقول ماذا فوعيعي أما الوزن الصرفي مفعل لماذا؟ لأنه وهز أن الحرف الزائد ميم حرف زائد يكتب بلفزه فكنا مفعل والياء زائد يكتب بلفزه والكاف والتاء والباء حروف أصلية نعبر عنها بالفاء والعين واللام فنكون مفعل الفاء والعين واللام نظروا الفرق بين يعني إذن لأم كيتب الوزن التصغيري فوعيعي أما الوزن الصرفي ماذا مفعل هذا خلاصة ما كناه يعني أن التصغيري قد يستخدم للشيء يعني تصغير ما يتوهم كبره أو تحقير ما يتوهم أنه عظيم أو عظامه أو تقليل ما يتوهم أنه كثير أو يتوهم كثرته أو تقريب ما يتوهم بعده أنه بعيد يعني أو التحبب والتعضب وكنا أن الشروط الاسم الذي يصغر أن يكون الاسم معرب أن يكون خالي من صيغة التصغير يعني ألا يكون الاسم نفسه أصلا مصغر أو عليه أو على صيغة التصغير أن يكون الاسم قابلا للتصغير فلا تصغر طبعا أسماء الملائكة والكتب السماوية ولا أسماء الشعور وهو ذلك تصغير فعي وفعيغل وفعيعي طيب ننتقل بعد ذلك إلى تصغير الاسم الثلاثي أو كيفية تصغير الاسم الثلاثي يصغر على فعي يعني أي اسم ثلاثي يصغر على فعي مهما حتى كان بحرف علا لم يكن طيب كيف نصغر على فعي يعني نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونزيد ياء تصغير ساكنة هذه الياء نسميها ياء التصغير ثم يأتي الحرف الثلاثي دون تغيير يعني مثلا رجل طبعا اسم ثلاثي ضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني بعد ذلك زيادة ياء تسمى ياء التصغير فنكون رجيل هكذا رجل رجيل على وزن فعي كذلك مثلا ولد نكون وليد على وزن فعي طيب طب بعد ذلك ننتقل أولا كل اسم ثلاثي الأصول يعامل معاملة الثلاثي ما معنى هذا يعني مثلا لو كلمة بكرة مثلا ستقول لي أن هذا الاسم ليس ثلاثي هو من أربعة أحرف واحد من ثلاثة أربعة لا سأقول لك لا هذا الاسم ثلاثي الأصول لماذا؟ لأن التاء هي حرف جاء للتأنيس فقط فله مهمة فقط إذن هذا نسميه ثلاثي الأصول فهو يعامل معاملة الثلاثي فماذا نفعل؟ سنضم الحرف الأول ونفتح الثاني وزيادة ياء تسمى يتصغير فنقول بقيرة بهذه الطريقة طيب إذن هنا طيب إذا كان مخطوما بتاء التأنيس أو الألف المكسورة أو الممدودة أو ألف ونون فهذه الأشياء زائدة لا تؤثر على الكلمة فتعامل معاملة ماذا؟ الثلاثي يعني مثلا تاء التأنيس مثلا بقرة نقول مثلا بقيرة شجرة نضم الأول نفتح الثاني زيادة ياء تصغير فنقول شجيرة حتى نرحز أن هذا زيادة كتبتها باللون الأخضر انظروا أو حتى لو كانت الألف المكسورة يعني مثلا حبلة هذا الإسم هو ثلاثي الأصول فلا يعامل معاملة الرباع في التصغير لأن الألف المكسورة هي زائدة آتت فقط للتأنيس مثلا فنقول مثلا ضم حبلة ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء تصغير فنقول حبيلاء هكذا إذن كل اسم ثلاثي الأصول يعامل معاملة الثلاثي ثلاثي الأصول يعني أصوله ثلاثة ويوجد بها حرف مثلا زائد يعني مثلا أو الألف الممدودة لأن حمراء مثلا من حمرة فهنا ثلاثي الأصول طبعا الألف الممدودة هنا زيادة فيصغر على الأصل فنقول حميرة ضم الأول فتح الثاني زيادة ياء تصغير أو الألف والنون مثل عثمان فعثمان هو ثلاثي الأصول فنضم نضم الأول ونفتح الثاني ونقول عصي عصيمان لأن الألف والنون زيادة فيصغر على أصوله أثماذا على أصولي الثلاثة فقط لذلك حتى نجد مثلا عند تصغير بكرة وسلمة وحمراء حمراء وعثمان نحزف الزواء فنقول ماذا أو بكر ونروح حزفة الحروف الزيادة ثم بعد ذلك نضم الحرف الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء التصغير فنقول بقير وسلينة أغلب وبعد ذلك نضع الزواء ونفتح ما قبل فنقول بقير وسلينة أو الخلاصة أن الاسم يعامل معاملة الثلاثي بضم الأول وفتح الثاني وزيد ياء التصغير طيب تنبيه هنا هذا طبعا تنبيه إذا كان الاسم مختوما بالألف والنون يعني هو مختوم بالألف والنون ولكنه يجمع على فعالين ففي هذه الحالة وجب كسر الحرف الذي بعد ياء التصغير فنقول مثلا فيه سلطان يجمع على سلطين فيجمع على فعالين فعند التصغير نقول سليطين هكذا رغم أن هذا الاسم أصوله ثلاثة لكنه يصغر على ماذا؟ سليطين أو على وزن فعيعين لماذا؟ لأن هذا خاص هذا القعيد خاص بالاسم الذي يجمع على فعالين يعني سرحانا كل سراحية فإذا كان الاسم يجمع على فعالين فيصغر على فعيعين هذا الملحوم لاحظة فقط ننتقل بعد ذلك نحن كنا إذا كان الاسم طبعا ثلاثة يعامل معاملة طبعا ما كل جمع تكسير على وزن أفعال يعني طبعا نحن نتكلم عن جمع القلة وليس الكثرة لأننا كنا أن جمع الكثرة ليس معا فهنا جمع القلة طيب أيضا يعامل معاملة الثلاثة أي أي جمع قلة على وزن أفعال يعامل معاملة الثلاثة المجر فيضم الأول ويفتح الثاني وزيد ياء التصغير أو حكم تصغيره يعامل معاملة الثلاثة أي نضم الحرف لو نفتح الثاني ونزيد ياء التصغير يعني مثلا أنهار جمع قلة على وزن أفعال فعند التصغير نضم الحرف الأول نفتح الثاني زيد ياء التصغير فنقول أنيها هكذا أصحاب وصيحاب أكمار وكيمار طب إذا سأل سائل لماذا يعامل معاملة الثلاثي يعني بضم الأول فتح الثاني وزاتي فقط لأن لو نلاحظ أن المفرد أو أصول هذه الكلمات من ثلاثة أحرم يعني أنهار من نهر أصحاب من صاحبة أكمر من كمر أفرس من فرس فنلاحظ أن أصول الكلمة ثلاثة فلذلك يعامل معاملة الثلاث المجرد رغم أنه أكثر من ثلاثة أحرم ولكن أصوله ثلاثة أي عند تصغير مثلا أجمال نضم الحرف ونفتح الثاني ونزيد الساكنة فنكون أجيمال طبعا فيعمل معاملة الثلاث المجرد لماذا؟ لأن أصوله ثلاثة أحرف طيب إذن هنا فهمنا طبعا الأسماء التي تعامل معاملة الثلاث الأصول أو كل اسم ثلاث الأصول يعامل معاملة ماذا؟ الثلاث طيب ثانيا لو كان الإسم يعني الإسم ثلاثيا مؤنثا يعني الإسم ثلاثي لكنه مؤنس تأنيث معنوي يعني مؤنس تأنيث معنوي ما معنى تأنيث معنوي؟ يعني هو مؤنس في المعنى بدون علامة تأنيث طيب هنا حكمه عند التصغير طبعا هو ثلاثي فيعمل معاملة الثلاث ولكن زيادة على هذا واجب إلحاقه بالتاء يعني نضع التاء المربوطة على أن يفتح الحرف الذي قبلها مباشرة يعني مثلا كلمة أذن طبعا الثلاثي يعامل معاملة الثلاثي فعند التصغير نضم الحرف الأول ونفتح الثاني وزيادة يعي التصغير أذين ولكن هنلاحظ أن هذا الإسم مؤنث معنوي فعند التصغير لابد أن نضع تاء مربوطة ونفتح ما قبلها فنقول أذين كذلك نفس الأمر هند هي مؤنس معنوي ثلاثي يعامل معاملة الثلاثي لا مشكلة نضم الأول ونفتح الثاني وزيادة يعي التصغير ولكن سنضع تاء مربوطة مفتوح ما قبله فنكله نايدا نفس الأمر أرض أريضة نار مويرة دعد عيدة نفس الأمر هذا لو كان الاسم طبعا الثلاثي مؤنس تأنيس معنوي فزيادة على نضم الحرف الأول ونفتح الثاني وزادة تأنيس التصغير زيادة على ذلك نضيفه ليه عند التصغير أو التأي المربوطة طيب يعني مثلا كلمة دار هذا مؤنس تأنيس معنوي هو مؤنس في المعنى لكن لم تتصل بإعلامة تأنيس هنا مؤنس دون أن تلحقها تأي التأنيس طيب يعني كلمة دار مؤنسة دون أن تلحقها تأي التأنيس فعند التصغير لابد من تلحق تأي بها مع فتح ما قبلها فنقول دويرة طيب إذا فأل سائل لماذا كلبت هذه الألف إلى واب نحن نقول دار لماذا كلنا دويرة لأن الألف ضم ما قبلها فتقلب فتقلب واب طيب ثالثا إذا كان الإس إذا كان الإس الثلاثي محزوف أحد أصوله يعني إسم على هو ثلاثي الأصول لكن هو على حرفين يعني محزوف منه حرف عند التصغير واجب أن نرد الحرف المحزوف عند التصغير يعني كلمة دم كلمة دم هي من حرفين طبعا في اللغة العربية لا يوجد إسم من حرفين إذا لو وجدت إسم من حرفين فتأكد أنه محزوف محزوف منه حرف فكلمة دم محزوف منها حرف لأن أصلاها دمي بدليل الفعل دمية أو تدمي يعني دمية يدي أو تدمي هكذا هو قيل أن أصلها هو ولكن المشهور يعني أن أصلها ياء بدليل دمية يدي وتدمي طيب أو تدمي طيب إذا دم عند التصغير نرد الحرف المحزوف نقول دمي مثل كلمة ظبي يعني كلمة دم أصلها دمي مثل ظبي بدليل دمية يدي طيب فعند التصغير طبعا يجب رد المحزوف إلى أصل فنقول ماذا طبعا سنرد الحرف المحزوف أهو يعني ما حسنا أهو نرد الحرف المحزوف يعني كلمة دم عند التصغير نرد الحرف المحزوف فنقول دمي طيب ماذا نفعل طبعا هو ثلاث نضم الحرف الأول ونزيد وفتح الثاني ونزيد تسمى التصغير لا ننسى أنه اجتمعت ياءان ماذا نفعل؟ يضغمان في بعضهما فنكل دمي بهذه الطريقة إذن تصغير دم دمي على وزن فعي كذلك كلمة يد هي من حرفي لكن هي من ثلاثة أحرف إذن يوجد حرفي محزوف أصلها يدي بدليل الجمع أن نكون الأيادي إذن معنى ذلك أن توجد ياء محزوف هنا من أصول الكلمة فعرفنا أن الحرف المحزوف الياء من الجمع يعني عرفنا أن الحرف المحزوف من الجمع إذن كلمة يد أصلها ماذا؟ يدي إذن عند التصغير نرد الحرف المحزوف إلى أصل ورد الحرف المحزوف وهو الياء طيب نصغل دمي الأول فتح الثاني زيادة ياء التصغير نلاحظ اجتمع تياءان يضغمان في بعضهم فنكل ماذا؟ يدي طيب إذا سأل سائل من أين أتت التاء المربوطة سأكون له كنا إذا كان الإسم الثلاثي مؤنف تعنيس معنوي فعند التصغير نضع له التاء المربوطة أو كلمة يد أصلها يدي فعند التصغير يجب رد المحزوف فنكون ماذا؟ يدي على وزن فعي ثم نضغمها مع ياء التصغير يعني تضغم الياء في الياء فنكون يدي ونلاحظ أنها مؤنفة فنلحب بها التاء التأنيف فنكون يدي هكذا طيب كلمة أب هي مكونة من حرفين لكن هي محزوفة لأن الأصل أباون بدليل المثنى أبوان لأن نحن نقول أبوان معنى ذلك أن بدليل التثنية نقول أبوان إذن هنا فعند التثنية رد الحرف المحزوف فعرفنا أن الحرف المحزوف هو الواو من التثنية طيب إذن أب أصلها ماذا؟ أباون طيب عند التصغير ماذا نفعل؟ سنضم الحرف الأول أهو ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة تسمى ياء التصغير طيب فنقول أباون طيب ماذا سيحدث؟ سيحدث ملاحظة هنا اجتمعت الواو والياء وهناك كاعدة سندرسها إن شاء الله في الإعلال إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والصابق منهما متأصل في الزات والسكون أو الصابق منهما ساكن تقلب الواو إلى ياء فتقلب هذه الواو إلى ياء لماذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة؟ ثم يضغمان في بعضهم فنقول أباون هكذا إذن انظروا كلمة أب أصلها أباون بدليل التثنية أباون طيب عند التصغير يرد ترد الواو واجب رد الواو المحزوف إلى أصلها فنقول ماذا أباين أو هكذا على وزن فوعي ماذا حدث؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة فتقلب الواو ياء ثم نضغمها نضغمها مع ياء التصغير يعني فنقول أباين بهذه الطريقة طيب كلمة ابن أصلها باناون طبعا ليست معنى ألف الوصل ليست من أصول الكلمة فأصلها باناون بدليل الجمع بانون فعرفنا أن المحزوف الواو من الجمع كذلك وقيل لأنها من أشياء أخرى المهم يعني إذن هنا مثلا يعني قيل أن أصلها ياء ولكن الذي يهمون هنا هو التصغير إذن هنا ابن طبعا الأصل باناون فعند التصغير طبعا رد الواو المحزوف إلى أصلها فضم الحرف الأول فتح الثاني زيادة ياء التصغير فنقول ماذا بنيون طب ماذا حدث هنا اجتمعت الواو والياء طيب تقلب الواو إلى ياء فنقول بنيون إذن هنا ابن أصلها باناون بدليل جمعوها بانون طب عند التصغير نقول ماذا بنيون على وزن ماذا فعيل فماذا حدث اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والسابق منهما ساكن يعني الياء ساكن فتقلب عندما تجتمع الياء والواو في كلمة واحدة تقلب الواو إلى ياء فتقلب الواو إلى ياء ثم تضغم الياء في الياء يعني تضغم الياء التصغير في هذه الياء فنقول بني هكذا بني طيب كلمة أخ أصلها أخاون بدليل التثنيع يعني هنا محزوف منها الواو بدليل التثنيع أخوان وبدليل الجمع أيضا إخوة طيب إذن هنا أن هنا كلمة أخ محزوف منها الواو فعرفنا أن المحزوف الواو من التثنيع إذن كلمة أخ أصلها أخاون فعند التصغير ضم الحرف الأول فتح الثاني زيادة ياء ساكنة تسمى ياء التصغير نقول أخيون هكذا طيب ماذا سيحدث اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة فتقلب هذه الواو إلى ياء ثم يضغمان في بعضهم يعني تضغم ياء التصغير في ياء الكلمة فنكون أخيون بالتشديد فتصغير ياء واحدة فنكون أخيون هكذا طيب كلمة سنة كلمة سنة من أصلها سنو إذن هنا بدليل الجمع سنوات فالواو من أين أتت هذه الواو معنى ذلك أن الواو محزوف من كلمة سنة فعرفنا أنه محزوف ماذا الواو إذن كلمة سنة عند التصغير سنكون أصلها سنو فعند التصغير نضم الحرف الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة طبعا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة فتقلب الواو إلى ياء ثم تضغمان في بعضهما فنكون ماذا سنين طيب كلمة سنة مؤنثة فنكون مثلا سنية هكذا طيب كلمة اسم هي من السمو أصلها سماون طبعا لأن ألف الواسط ليست معنى ألف الواسط تأتي له غرض معين وهو النطق بالساكن أو للتوصل النطق بالساكن فيها ليست من أصول الكلمة إذن أصلها سماون بدليل المصدر سمو والمطارع يسمو طيب فالمحزوف هنا الواو طيب اسم أصلها ماذا سماون فعند التصغير نضم الحرف الأول نفتح الثاني زيادة ياء الساكنة تسمى ياء التصغير الساكنة نقول سمي فماذا حدث هنا سميون اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة فتقلب الواو إلى ياء ثم اجتمعت ياء آن ياء التصغير وياء الكلمة فتضغمان فتصير ياء واحدة مشددة فنقول ماذا سميون على وزن فعيل هكذا نفسه الأمر في كلمة بنت يعني كلمة بنت طبعا هي من ابن واته هنا للتأنيس يعني نفسي ابن بالضبط فهي أصلها بانو طيب عند التصغير نضم الحرف لو نفتح الثاني زيادة ياء ساكنة فنقول بنيوة طيب ماذا حدث من بنيوة اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة فتقلب هذه الواو الى ياء ثم تضغمان في بعضهم فنكون بنية هكذا كذلك من أخت نفس الأمر نفس أخ يعني أخت وبنت نفس أخ وابن بالضبط يعني إذن هنا أخت أصلها طبعا أخو إذن الواو محزوفة حزفت ولكن وضعنا التأنيس فهنا نلاحظ ضم الأول ونفتح الثاني وزيادة ياء تصغير ماذا حدث هنا اجتمعت الواو وماذا والياء في كلمة واحدة فتقلب الواو الى ياء بعد ذلك نضع التأنيس طبعا ستصير أخيوة طبعا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة فتقلب الواو الى ياء ثم يضغمان في بعضهم فنكون أخيه على وزن فعيلة هكذا طيب كلمة عيدة لو شخص مثلا أو امرأة اسمها عيدة طبعا عيدة من المصدر من وعدة معنى ذلك أنها محزوفة الواو الأصل وعدة على وزن فعلا إذن عند التصغير ماذا نفعل ترد الواو المحزوفة إلى أصلها ضم الحرف الأول ونفتح الثاني وزيادة هي التصغير فنكون وعيدة طبعا هنا هي مؤنسة فنضع التأي المربوط فنكون وعيدة هكذا أو كلمة هبة طبعا هي من وهبة الأصل وهب ولكن طبعا حزفت الأصل وهب ولكن حزفت هذه الواو وعوض عنها بالتأي المربوط فنكون هبة المهم يعني أن كلمة هبة عند التصغير يرد الحرف المحزوف إلى أصلي وبعد ذلك نضم الحرف الأول ونفتح الثاني وزيادة هي التصغير فنقول وهيبة هكذا نفس الأمر في ثقة من وثقة وصلة من وصلة وشية من وشة إذن كل هذه الكلمات عند يعني كلمة ثقة هي من وثقة فعند التصغير يرد الحرف المحزوف إلى أصلي وبعد ذلك نثغر فنكون وثيقة نفسه الأمر صلة يرد الحرف المحزوف لأنها من وصلة ماذا نحن نضم الحرف الأول ونفتح السنة كل وصيلة الشية من وشاء إذن يرد الحرف المحزوف نكون ماذا وشية طيب رابعا إذا كان الإسم الثلاثي وسطه حرف علة وهذا الحرف منقلب عن حرف آخر يرد الحرف إلى أصله بمعنى يعني كلمة باب طبعا الإسم الثلاثي وسطه حرف علة وهو الألف عند التصغير هذا الألف يرد إلى أصله طبعا الباب من بوابا إذن الألف أصلها ماذا الألف أصلها واو بدليل الجمع أبواب ومشتقى من بوابا إذن هنا عند التصغيرنا كل بواي ترد الألف إلى أصلها فانا كل فعيل إذن هنا ردت الألف إلى أصلها الواو لأن بدليل جمعها أبواب طب كلمة مال عند التصغيرنا كل بواي مويل بدليل الجمع أموال طب كلمة ناب عند التصغير ترد الألف إلى أصلها فانا كل نييب على وزن فعيل طيب ردت الألف إلى أصلها اليا كيف عرفت أن أصلها اليا بدليل الجمع أنياب من أين آتت هذه اليا إذن عرفت هذا الأصل كلمة غار عند التصغير أكل غوير على وزن فعيل ردت الألف إلى أصلها لأن بدليل الجمع أغوار هكذا إذن إذا كان الإسم الثلاثي وسطه ألف هذه الألف ترجع إلى أصلها طيب طب لو كان وسطه حرف علا أصلي لو الحرف علا أصلي غير يظل كما هو يعني كلمة بيت نلاحظ أن وسطه حرف علا الألف أصلية طبقى فنكل بييت طب كيف عرفت أن الياء أصلية بدليل بيت أبيات انظروا عند الجامع ثبتت الياء فليأ أصلي فطبقى سيف أسياف نكل سييف ثو نكل ثويد عود نكل عويد نلاحظ الخلاصة لو كان الاسم الثلاثة وسطه ألف هذه الألف ترضي إلى أصلها طيب وسطه ياء أو وود فهي عصلية طب نتأكد من هذا الأصل كيف ناتب الجمع فنجد أن الجمع موجودة في الجمع أيضا هكذا طيب إذا كان واسطه حرف علة مجهول الأصل يعني مجهول الأصل لا نعرف أصله فهذه الألف تقلب إلى وعند التصغير يعني في عاجة وهذه الكلمات يعني وزانة وصابة نكل صويب وزوين وعويج لأننا لا نعرف الأصل مجهول الأصل طيب ننتقل بعد ذلك خامسا إذا كان الاسم الثلاثي ثالث حرف علة أو مضعف أو بطريقة أخرى كما نقول في الفعل الناقص يعني معتل الآخر يعني بطريقة أخرى معتل الآخر إذا كان الاسم الثلاثي ثالث حرف علة أو مضعف حكمه يقلب حرف العلة إلى ياء ثم يضغم في ياء التصغير يعني مثلا كلمة عصى نلاحظ أن الاسم هنا ثلاثي معتل الآخر فعند التصغير هذا الحرف العلة يقلب إلى ياء ثم يضغم في ياء التصغير يعني مثلا عصى أهو طبعا عصى عند التصغير ماذا نفعل نضم الحرف الأول ونفتح الثاني وبعد ذلك زيادة ياء التصغير بعد ذلك زيادة على ما سبق معتل الآخر هذا الحرف العلة يقلب ياء ثم يضغم في ياء التصغير فنكون عصية طيب من أين أتت التاء المربوطة مؤنث معنوي طيب كلمة راحاء طبعا معتل الأخ هذه الآلف تقلب إلى ياء ونصغ ضم الأول فتح الثاني زيارة ياء التصغير ثم يضغمان في بعضهما فنكون رحية هكذا طيب كذلك نفس الأمر مثلا في كلمة يعني الياء مثل ما هي ولكن ستدغم فيها التصغير هكذا طيب أما لو كان مثلا آخره مثلا آخر هو هذه الثابعة تقلب إلى ياء ثم تدغم فيها التصغير فنكون حلي طيب آخره مثلا ألف تقلب يأ آخره يأ طبق اليأ وتضغم في يأ التصغير طيب مثلا وإن كان آخر الاسم مثلا يأ مشددة يعني لو الاسم آخره يأ مشددة وهذه اليأ مسبوكة بحرفين يعني هذه اليأ مسبوكة بحرفين تخفف اليأ ثم تضغم في يأ التصغير يعني ينظروا كلمة علي كلمة ماذا علي عند التصغير ماذا سنفعل سنحذف هذا التضعيف ونقول علي بدون تضعيف وبعد ذلك نصغر نضم الحرف الأول نفتح الثاني وزيادة يأ التصغير ستجتمع يأ ماذا نفعل يضغمان في بعضهم فنقول علي هكذا بهذه الطريقة كذلك مثلا شاجي سنقول شجي يعني أو ممكن نساهل على أنفسنا بدون تضعيف أخرى نضم الحرف الأول ونفتح الثاني وزيادة يأ التصغير فنقول شجي وانتهى الآن ولكن لابد أن نعرف الخطوات الخطوات أننا ماذا فعلنا أن هذه اليأ خففت وبعد ذلك يعني حزفت اليأ منها فأصبحت يأ واحدة ليست مشددة طيب وضم الحرف الأول وفتح الثاني وزيادة يأ التصغير ساكنة ثم وضغمت في اليأ الثانية فأصبحت مشددة مرة أخرى فنقول شجي هكذا طيب المضعف هنا لو كان الاسم الثلاثي مضعف يفك فيه التضعيف لماذا؟ يعني كلمة صف هو اسم ثلاثي فعند التصغير نضم الحرف الأول ونفتح الثاني طيب هنا ماذا؟ لابد أن نفك هذا التضعيف لأننا بعد أن نفتح الحرف الثاني لابد أن نضع يأ التصغير فهنا لابد أن نفك الإضغام ونضع بينهما يأ التصغير فنقول ماذا؟ صفيف يعني مثلا دب طبعا هماذا نفعل؟ لابد كلمة دب الأصل هكذا باقي فلابد أن نفك هذا الإضغام لكي نصع لكي نفتح الأول نضم الأول ونفتح الثاني وبعد ذلك نزيد يأ تسمى يأ التصغير بعد ذلك نقول دبيب كت كطيد بهذه الطريقة إذن خلاصة ما كلناه أو ملخص تصغير الاسم الثلاثي كنا أنه يصغر الاسم الثلاثي يصغر على فعيل بضم الأول وفتح الثاني وزيادة يأ ساكنة تسمى يأ التصغير وملخص الأحكام لو كان الاسم الثلاثي ثلاثي الأصول فيعامل معاملة الثلاثي يعني ثلاثي الأصول أصوله سلاسة طبعا إذا يعني ما معنى ثلاثي الأصول يعني مخطوم هو ثلاثي لكنه مخطوم بتاء التأنيس أو بالألف والنون أو بالألف الممدودة أو المكسورة أو جمع التكسير على وزن أفعال فيعامل معاملة الثلاثي يضم الأول وفتح الثاني وزيادة يأ التضغير فنقول بكرة بكيرة طب لو كان الاسم الثلاثي لكنه مؤنس تأنيس معنوي زيادة على ما سبق يعني نفتح الأول ونضم الثاني عفوا نضم الأول ونفتح الثاني وزيادة ياء التصغير وبعد ذلك زيادة على ما سبق زيادة التاء المربوطة أو وجب إلحاقه بالتاء المربوطة فتح ما قبله طب لو كان أحد أصول محزوف يعني هو مكون من حرفين لكنه في الأصل على ثلاثة أحد وبه حرف محزوف يرد الحرف المحزوف إلى أصلي أو وجب أن نرضى الحرف المحزوف عند التصغير فنقول أب نقول ماذا يرجع الحرف المحزوف فنقول أبو ثم بعد ذلك نصغر على أبي عيدة نقول ماذا في التصغير ماذا وعيدة طيب لو كان طيب طيب العثم الثلاثي وسطه حرف علا وجب رد الحرف العلا إلى أصله يعني لو كان وسطه ألف ترد الألف إلى أصلها يعني باب نكل بويب ردة الألف إلى أصلها طيب كيف عرفت كيف عرفت أن الألف أصلها بدليل الجمع أبواب طيب أصله مثلا يأناب نuctل نياجب كيف عرفت أما一个 مِن الجمع لأن الجمعة أنياب طيب لو كان وسطوه حرف علة أصلي يبقى كما هو ولا يخلب طبعا فنقول بيت بييت لماذا؟ لأن الياء موجودة في الجمعة فنقول أبيات هكذا طيب طيب لو كان ثالث حرف علة لو كان ثالث حرف علة هذا الحرف العلة يخلب إلى ياء ثم يضغم في ياء التصغير فنقول عصى عصية طيب ضبي نقول ماذا؟ ظبي يعني الياء تبقى كما هي وتضغم في ياء التصغير وآخر هو تقلب إلى ياء ثم تضغم فيها التضغير طب لو كان الاسم ضعف يفك فيه التضغير هذا خلاصة تضغير الاسم الثلاثي